اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الموضوع اللي قرأته متجسب على شكل مريض يعني تتعامل ويات سئلات فحصة وتستنتج شنو المرض اللي اتا على اساس هالا المعلومات اللي قرأتهن من المواد اللي راح خنقول توظف كل الاساسيات كل المعطيات اللي تدرستها خلال هاي ثلاث سنين وراح تدرسها راح تحاول توظفها بهاي المادة فهذا الشي راح يطيك يعني خنقول شعور بانه بديت تمارس مهنة الطب بديت كونك طبيب راح تحس لأول مرة ويهاي المادة راح تسأل المريض تاخذ هستيرو منه راح تفحص المريض راح ممكن توصل للتشخيص ممكن حتى توصل بانه بعض الامراض البسيطة يعني تعرف علاجي هذا الشي ممكن نعطيك نوع من الايفوريا يعني خصوصا بالبدايات ان شاء الله مادة تكون حلوة وسلسة توظفون بها باقي المواد وتكتشفون انواع الامراض المختلفة من ناحية الاسئلة من ناحية الفحص من ناحية التشخيص وكذلك ممكن ايضا العلاج ان شاء الله راح نكونوا اياكم بهذا الكورس وان شاء الله تكون مادة سلسة ولطيفة اي سؤال او اي استفسار او اي شي حابين تعرفون عنه اللي تترددون بالتواصل ويانا ان شاء الله نكونوا اياكم بهذا الكورس اول وباول طبعا اليوم موضوعنا اللي كبداية الكورس كهم كنترودكشن وكهم يعني خنقول بداية موضوع اللي هو انا اعتبره يعني مو بداية هذا وانما هو البداية واللانهائية يعني هذا الموضوع اللي هو اللي هو اخذ المعلومات من المريض طبعا هذا الموضوع يعني راح يستمر اياك خنقول حاليا مرحلة ثالثة راح تبدي مرحلة رابعة مرحلة خامسة اليوم وباتر وبعد اشهر ومن تتخرج ومن تطير طبيب ومن تصير سينير اتا هذا يبقى الهيستري تايكينج هو الرقم واحد بالنسبة اليك يبقى اهم موضوع احنا قلنا ذني الميجرات الخمسة اللي راح تاخذهن ولي تعتمد عليه لكلية الطب خنقول اللي يكون هو عمادهن خنقول ذني الميجرات الخمسة هو الهيستري تايكينج الهيستري تايكينج او الارت ما للهيستري تايكينج هو ليش يسمو ارت لان هو فن راح يكون لان هنا اكو سرد معلومات لا او اكو فن اخذ هاي المعلومة اخذ هاي المعلومة من البايشن كيفية سردها كيفية الحصول على المعلومة هاي فن بيها هذا الفن راح يميز هذا الطبيب عن هذا الطبيب كما تشتغل على نفسك كما تسوي براكتسينج اكثر تتعلمي باكثر بهذا المجال راح تتميز بي عن غيرك يعني على مستوى طالب على مستوى طبيب وعلى مستوى سينير أخذ المعلومة هي الأساس بكل شي طبعاً لهذا اليوم رح يكون الـ objective مالتنا introduction لهذا الموضوع نعرف شن الـ history taking other views سريع عنه من متكون الـ framework مال الـ history مالتنا شنو هالدور ناخذ كل جزء شنو تفاصيله تمام كintroduction لهذا الموضوع مثل ما قلنا يعني يعتبر من أهم المواضيع بأنه طبعاً هاي إحجاية من كتاب ما أخذها يقول this is the most important subject that you all you will read in medicine school يعني التشقد راح تبقى بالميديكال سكول هذا الموست important subject يعني لا يعلى عليه أهم موضوع خلال حياتك الطبية كلها هو الـ history taking أسه بالجديد بالذني 20 سنتري خصوصاً بالتقدم للروبوتيك وغير الروبوتيك طبعوا بهواي مجالات يعني خصوصاً بالإنفستيجيشن مثلاً الأجهزة قامت تصير كلش بديع بالإنفستيجيشن ممكن حتى تضطيك هنت عن الـ differential diagnosis دخلت بالروبوتيك سيرجيري وإلى آخره الوحيدة اللي فشلت بالدخول إليه كروبوتيك وكادفانس خنقول electronic technique هي medical history medical examination لأن هاي الشغلات تحتاج emotion تحتاج بعض التفاعل ويا المريض تحتاج العقل البشري في استخلاص المعلومة لذلك فشلت بها كل المجالات الحديثة يبقى هذا الشيء هو art يبقى هذا الشيء يمك شون تحصل على المعلومة شون تدرب روحك بأنها تبني لك سلسلة ببالك تحتمدها تحصل المعلومة بصورة يعني professional بصورة احترافية بالإضافة لضيف عليها لمساتك الخاصة فهنا يقول بأنه even in the 20th century يعني رابط on exciting advanced in biology computing excellent history taking remain absolutely central to best practice in medicine practice إتك طبيب ما قدريني دخل بها المجالات يبقى practicing هو شنو art and science هو فن هو علم بنفس الوقت يعني إت معلومة تأخذها وتتعب بيها وتقراها ممكن ليالي وتزهر ليالي بس يبقى art هو فن شون تطبق هاي المعلومة على مريضك شون تأخذ هاي المعلومات وتطبقها على هاي الساينس تأخذ منهن العساسيات وتخرج بنتيجة نهائية طبعا يعني معلومة ممكن صادمة بالنسبة لكم بس تشخيص الطب تشخيص أي حالة مرضية تقريبا 76% هي من الهيستري مقبولة خالدة وراح سمعوها هواي بانه اذا كملت هستري من المريض وما ببالك في الدفرينشال دياغنوسيز ما ببالك فتح تشخيص يعني ببالك فانت كل شي ما سويت فانت ما وصلت وما رح توصل ما وصلت وما رح توصل النتيجة اوكي لان الميديكال هستري تقريبا 60% الى 80% من الانفوميشن اللي تأخذها هي يعني انت من تطلع من الهستري اذا ما كفت شي ببالك ما رح تقدر تفحصها يا جزء من الجسم التي رح تتم بفحصها اذا ما اخذ الهستري صحيح المرح تدز عن متعرف التشخيص اتأكد وهكذا ما رح تعرف التشخيص وما رح تقدر تضطي علاج عن متعالج المريض فهي نسبة كبيرة بانه 76% من الهستري هو يعني يعني بيجي كل شي ما سويت من مجرد الهستري تعرفت التشخيص ممكن تقدر تعالج بدون ما تطرق للبقية ممكن البقية يفيدنك كدوكومنتيشن يعني فالشي يحصن قانونيا وفالشي ممكن يضيف اليك بس هو التشخيص جان عن طريق الهستري فقط 76% من الامراض يعني ما للعالم نسبة كل شي مهول اكو يعني الهستري راشنال هاي ضفيت لكم ياها بالبداية بانه يعني احنا ليش ليش ناخذ هستري او شنو الغاية من الهستري طبعا ات دورك كطبيب او كحاليا يبقى من هو يبقى البرائماري كونسير اليك هو من هو هو المريض المريض يجيك بمرض يجي عنده كونسير يجي عنده قلق اوكي هذا القلق ات اول ما راح تستقبل راح راح تبدي تاخذ الهستري تسئل بعض المعلومات وبالاضافة لها بانه تركز على اوت ما جاء تتعامل ويا مريض ما جاء تتعامل ويا كتاب ما جاء تتعامل ويا سؤال بالامتحان عمو تحلى وتحصل النتيجة ات تتعامل ويا تتعامل ويا بشر تتعامل ويا شخص عد عواطف عد تساؤلات بباله عد فات كونسير فأت خلال هذا الحاج تاخذ المعلومات وكذلك تريد شوف من شنو قلقان توضح له تشرح له وبالتالي ممكن بانه جايك على قلق ما جايك فاتش المصيبة العدة بس تشرح لها بس توضح لها بس تاخذ منها المعلومات الكافية اللي ترسم خطها ببالك وتوضح لهذا الشي فأت تفهم القصة اللي يشرح لك إياها لازم تفهم العاشة خلال هاي التجربة يعني شخص يعني ممكن يمر بتجربة يعني لا سامح الله عليكم بأنه البين اللي ايش الواحد خلال يوم أو يومين يبقى ممكن يتذكر طول حياته يعني فال العاشة خلال هاي يومين مثلا اش حس فأت من تاخذ منها هاي المعلومات ممكن بأنه توضح له تفهم بأنه هاي الحالة الطبيعية الكل يصير من الصر عندهم هاي الحالة يحسون نفس الشي وتعالج القلق قبل ما تعالج كطبي فيبقى المريض هو طبعا كهيستري ممكن تشرح يقيموكم كميديكال سكول يعني إذا تمتحن كمعادلة أو تمتحن كبورد يبقى مثل محطات الأوسكي اللي هي تمتحن حطولك ويشوفون شنو أدائك بالهستري طبعا قبل ما نبلش بالموضوع تب وترك بعض خنقول نسميها الحيل والنقاط اللي يتفيدك بالهستري أول شي حبت أوضح شنو السيمتم وشنو السينز كالكلينكال فيتشر يعني الأعراض اللي يجي بيها المريض ممكن أكو سيمتم اللي هو يحكيها سبجكتف فيلنك قل دكتور أنا عدي واجع دكتور أنا عدي أبو صفار دكتور أنا عدي ديارية اسهال سيمتم هو جاني بيها هو جاي أنا عدي هيت أو أكو السينز السينز اللي هي علامات أنا ألقاها بالفحص ألقاها على المريض وأكو لا يعني هي سيمتم هي سينز فهذا الشي لازم تفرقوه بالبداية مثل الجاندس مثل الأبو صفار احنا نسميه الأبو صفار ممكن يكون كل شيء ظاهر بحث المريض يلاحظة عيونها صفرت بالنبراية ويجي راجع أو ممكن لا جاي على فتشي أبلمان واجع بطنة أثناء الفحص تلقى عداء أبو صفار جاندس فهو ممكن يكون سيمتم بنفس الوقت فاريتكم تتميزون بين السيمتم اللي هي اللي يحتيها المريض والساينز اللي أنا أكتشفها عن طريق الإجزامينيشن فأول شيء يعني كملاحظات قبل من طب الهيستري إنت لازم يكون قدك سيستيميك أبروتش للهيستري تايكين يعني شين السيستيميك أبروتش يعني إنت تتسلسل بالهيستري بحيث ما يصر أدك بز يعني ما يصر توقف أثناء الكلام أكو يجي مثلا أتا أدك وجه أشغال صال للوجه أمدروا شينو المريض طفر بحجاية مثلا دكتور صال الوجه سنتين وكل قوي أتا ما ليدك تصفن ها سنتين أكو يصر أدوم شوية صفن ليش لأن ما متسوي ما متدرب عليه كما تتعلم كما تكون بحيث المريض يحس بتسلسل ويا تناغم ويا بالحجي والإكزامنر إذا ممكن يمتحنك يشوفك إنت مسيطر خطوات جاء تمشي عليها فلازم يكون أكو سيستيمي أبروتش إحنا راح نجي الفندمنتل يعني خنقول فرايمورك الأساس متكونة وأريدك التهمينات ببالك راح تحفرها وراح راح تكون يعني خنقول فتشي سلس بالنسبة إلك مثل السياقة السايقة والما يلزم السيارة بأنه بالبداية والما يتعلم السياقة ستيرين والجير ويحط عدي وبرك ومدرشين ومينتبه يوصل مرحلة بأنه يطلع من البيت يوصل للمكان هو يفكر بشي ويشوف راح بأنه يكمل السياقة وما يدر أصلا موصل ممكن مرات إذا واحد كل شي يفكر بسالفه بأنه هو يسوق تلقاي طب بالسبكونشي فالهيستري تيكينج مع المعلومات أخذ المعلومات والإكزامينيشن بالطب كنت وصلها لهاي المرحلة تدخل بالسبكونشي ما أنتك بسيستيبيك أبروش أنت تبرمج بالنسبة إلك وتمشي طبعا هي مو بيوم قلت لكم مو بيوم ولا يومين ولا كورس هذا في الشي مستمر وياك طولة حياتك الطبية فماك مشكلة ومو عيب تغلط مرة تصفن مرة تصفن مرتين تتعلمويا صديقك وتبني يعني تتخرج من كلية الطب وتتعدك يعني تتخلص بالهيستري تيكين ماك مشكلة ثلاثة سنين إلك وحتى من وراء ما تتخرج لازم تظل ضيف على فأحد الملاحظات همينات لازم أنت من تقعد تقعد مقابل إيلا بصفة قريبة عنه مو يحكي وياك وتكتب لو تقلب لو مثلا مشغول أو فتشي تقلب بالآيباد هو يحكي لا يعني مثل ما تريدي عاملك المقابل إتهمة عاملة بأنه تقعد وياه تكون 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 كونتاكت تشوفه بأنه تمهتم بي يعني بأنه تباوع له على الأقل بأنه الموضوع هامك هذا الكنسيرن ما لته هامك يحس بأنه تمهتم بحث من يعبر لك من يحكي إياك راح يحس بأن المقابل اللي يهتم يعني سمعلي بس إذا لا والله بأنه هيك ميمة بأنه حتى ما راح يحكي ما راح يتعب روح لأن المقابل ما مهتم وتستعمل إذا تريد تسأله بالبداية open question ورح نجي نعرف شن الopen question وشن close question الopen question بينه أسئلة سؤال هو يسترسل هو يحكي يعني سؤال جوابه مو يسي ونو يعني شوك تبدأ يعني بالضبط تقدر تحدد لي راح يقل لي يعني اليوم الصباح close question أو مثلا أتا عدك وجاء بإيدك يمنى close question جوابه يعني السؤال بلدو الجواب yes or no أوكي وطبعا لازم قلنبه أنه make your patient feel safe عنا مو يحكي لك لأن هي concern وهي قصة إذا هو يعني إذا هو feel unsecure ما راح يعبر لك فأول يعني أول ما تراح حبيه أول ما تخليه يقلم ارتاح أو أخذ راحتك ومثلا إذا تحب مثلا تغير قاعدتك أو شي تأخذ الوضعية ترايحك عنا مو تحنا شنو عنا مو تحنا راح نسترسل بالحد شو راح نعرف تفاصل من عدك وقلنا تبقى هاي eye contact ووضعية بأنه تمهتم هذا كله راح تضيف بأنه تحسس مريضك بأنه تمهتم بي وراح خنقول شون يفتح لك قلبه ويحشي لك كل شي concern أوكي فذن نقاط أساسية كpracticing كمادة عملية وتكون يعني من يحشي تراويئة تمهتم بي بأنه لازم هاي هاي حتى الـ eye to eye contact بتشيك لست عليها النقاط عليهم درجة مثل الدرجة العلمية اللي قاريها وتاعب عليها ممكن ثلاثة لليار سهران أو أنت تحصل مادة علمية هاي نفس درجتها هاي active listening و eye to eye contact تقعدوا لها عينك بعينه تراويئة تمهتم تسمع له هاي شنو هاي هاي عليهم درجة وعليهم شنو عليهم الـ confidence ما للمريض أنت راح تكتسبها أوكي وراح يحشي لك وهاي بالأخير write rough note يعني إذا قدت مثلا ممكن تنسه اكتب فتشي rough يعني فتشي حشايا حشايا لا تشغل روحك بالكتابة أكو بعض الطلاب يعني المريض يحشي هو قاعد يكتب يكتب مقالة يكملها هو ويحشي يعني لا eye to eye contact لا اكتب listening المريض يحشي هو يكتب يعني شغل روحك بالكتابة اي و اي ومين يوقف المريض يرجع يسيله وهذا يحشي يرجع يكتب لا بأنه انت تبقى في حال اذا مثلا تنسي اشياء مثلا انقلك يومين ثبت two day cough قاح حصار لها يومين التوهاي فالشي عمود التمن تكمل تقدر بعدين تسوي summarization على ذن المعطيات الرفلي خذتين فلا تستغرق نفسك وكتابة more details هذا غلط فسأل خنقول المحصلة النهائية من ذن المعلومات التبو بأنه لازم gain confidence of your patient make him feel safe eye to eye contact active listening ورف نوت يعني شوفوا هنا position ممكن المريض يرتاح لك يشوف الطبيب مهتم يعني من هو جاي هو هم استقبله يعني هو جاي لك المريض لازم ترحب بالترحيب خنقول المناسب اللي هو بكون بها الصورة وممكن مثلا المسؤول المشغول يعني السينيار هذا بكتابة report أو شي فهو يكتب ويسأل المريض هذا غلط يعني خليه دائما اسلوبكم بأنه حتى مثلا إذا أكو حاجز أكو سدية بعيدة عن أكو كرسي حاول توخر الكرسي وتقعد بصفة وتفهم منه فهسا نزي للأبربيو مين متكون مع مع شعن ناخد المعلومات هي مقسميها أول شي عندك أو اللي هو هو ليش إيجاد أكو ممكن قدمها جمعة من العراض بس أكو سمتم معين كلش يعني خنقول كلش غثة كلش آلمة كلش يعني بحيث خلاه يجي فهو هالا وراح نجي فهو سمين متكون متكون الهيستر من متكون من هستير أو بريزنت ألزم هالا أثلس أتفلس أفصل طبعا أكو ذني يس الشيف واللي بريزنت كمنا هن يعني ذني ناخذه كهيكلة هسا أكو يدخلون قبل بالباس أكو لا ياخذون systemic review هنا دائما يحبون systemic review بأنه كملت تشيف كملت presenting هاخذ review سريع على كل system أفوا ال past history بأنه شنو الأمراض السابقة شنو العمليات السابقة social history الحياة الاجتماعية الطبيعة عملية smoking أو غير أو family ذني كهيكلة عامة أكو يختلفون بالسرعة قلت لكم أكو مثلا chief complaint presenting illness systemic review past history social family أكو لا غيروا بيهن فأتوا دائما يعني خلوا system كم إحنا دائما نمشي به chief complaint presenting illness systemic review past history social history طبعا family history يدخل ومن past history أو separated subject يعني أكو حسبو هيت وهيت فذني خنقول الأجزاء الخمسة الأساسية تركزون عليهم بهيكلة كل history مرات موضوع ما قاريته يعني أتذكر بالمرحلة الثانية إحنا بعدنا استونا بدأنا ناخذ history هذني هين general principle تخنت محطة أوسكي كان الموضوع dysuria أصلا أنا dysuria بس أفهم أعرف معناها اللي بي أنه كل معلومة ما أعجي عنها وهي check list كاملة وكنا أسأل وأجاوب فهاي شون تطرق لها تبني بأنه تسلسلت بيها سألت الأسئلة العامة حسب التسلسل اللي قلنا خذت وخذت social history هذا شي خلانا أخذ درجة كاملة يعني خذت المحطة و full mark ليش لأن مشيت بهيكلية صح أنا ممكن ما أسأل أسئلة علمية يعني أكو أسئلة ما أسألها لأن ما أقاري الموضوع عني بس أنا مشيت بهيكلية خلتني أصل خنقول 80% من المعلومات اللي أنا أخذها وحتى لو ما أعرف أترجمها وما أعرف أسألها بس خلتني أخذ 80% من المعلومات فالهيكلة مهمة الابروتش مهم أن تسوي سلسلة براسك وتحول ها بحيث تتعامل المريض بطلاقة فنبدأ بأول موضوع اللي هو المعلومات الشخصية للمريض أول شي تسئلة عن اسم عمره طبعا الجندر ما ينسيل يعني هو إذا يعني إذا تتتعامل وليا المريض فهو الأدرس أكيوبيشن مرجستيت ريليجن دين ديت أف أدميشن شوك الدخل يمي ديت أف إجزاميناشن إذا واحد فحص و خصوصا بالبديات ركب الاطفال ما تأخذ المعلومات من الطفل عمر سنتين تأخذ المعلومات من أمه فتقول يعني طبعا أنا ينذني أكو أسئلة ممكن يجو تواود ببالكم ليش جاي أسأل عن شنو ليش أسأل على الأدرس أصلا ليش أسأل عن ما مالتي وش اللي شغلان بالدين ما كو فتش أسئلة ما كو بغاية ما كو في ربط معين السئلة عن الأدرس لأن ممكن بالريف بعض العدوى تكون أكثر بالريف فأنا من يقل الأدرس مالتي هناك يطيني ممكن كذلك اللي هنا مالتي شنو أكو ذول العاملي مناجم هم يصير عدهم يعني صرت بالرأة فأنا من يقلي مثلا مالتي أحط بالي أوكي أكو بعض الأديان عندها تقوص معينة ممكن يعني تأثر سلبا على على يعني على الصحة فلازم هم أسئل يعني كطبيعة أو مثلا معروفة مثلا هي كطبيب أتعامل ويا كل البشرية فكل من إلى يعني يعني كل من إلى كل من إلى يعني يعني خنقول القوام الخاص اللي أنا أتعامل ويا فأني ذن المعلومات يفيدني بالتعامل ويفيدني ممكن إلى المرض أو السمتم اللي هو جاء عليها يعني يعني لازم نعرفها شنو لازم نفصل نقطة كلش مهمة يجي المريض خصوصا المريضة العراقي يجي بطن سيمتمس بس ارجع تجي تسألها خيرك شنو يعني خيرك شنو لعدك يجي يقول والله رأسي وجعني وصدري شوية وامتنيك يزولك السيمتمس كلها فالتلع ترجع له تأكده لي زين مثلا زين العافو اخويا شنو اكثر شي زعجك شنو خلاك يعني شنو اكثر شي ماذيك بحث اجيتنا قال والله وجعب صدري اذن شاي سبين هذا لازم تطلع من المريض اوكي يعني لازم تعرفها شنو هو يعني داما من تسألها لا حط قدك سؤال يعني داما تستخدمه يعني ورا ما تسوي طبعا نسينا في شي كلش مهم نقوله قبل البيرسونال هستري بانه بانه قبل ما تجي قبل البيرسونال الفوميشن من المريض انت لازم تعرف عن نفسك انا سلام عليكم لان قلنا ذني التب و تركس بالقيم كونفيدنس السلام عليكم انا الدكتور محمد العباتشي خريج الطب مثلا او اذا في حالة ذات شنت مثلا كلية مرحلة طالب طب مرحلة اساسية و كطبيب مثلا انا المقيم الدوري المسؤول عن حالتك فحبيت اسيله كم سؤال اذا تسمح لي واخذ من عدة شنو واخذ من عدة الكونسنت بانه يوافق قال اوكي ماكو مشكلة قيله مرتاح مثلا او تحب نشوف مكان ذاني و نقعد نفس المستوى مثل ما قلت لكم فذني ضروريات هالدور نبدل بالبيرسونال الفوميشنو بتشيف كومبلين وعرفنا شنو هي تشيف كومبلين وابدي اول سؤال اسيله اوبن كوششن مثلا خيرك حجينا او خيرك شنو جابك انه او شنو تعاني يعني خيرك حجي خير ان شاء الله شنو عديك فاسيله اسيله اوبن كوششن واتش بروت يو انتو هسبيتال تدي هو كن اي هيلف يو يعني فهو راح يحتي طبعا تشيف كومبلين من يقول يقول مثلين يقول عدي فريكونت باول موشن يعني يوم عدي اسهال اكثر من مرة طلعت باطني ما اكتب ديارية ما اكتب تشيف كومبلين ديارية مصطلح ميديكال تيرم لا اسأل يعني اكتب فريكونت باول موشن لازم يتناقص علي حتى بالامتحان بيشينت اون وورد استخدم اون وورد اوبن كوششن و يعني اشوف يا هي تشيف كومبلين اركز عليها يعني من الاعراض كلها وطبعا لازم تشيف كومبلين ما تخرج منها الا تالي ديوريشن فتشيف كومبلين هي عبارة عن جزئين هي المين سيمتمز زاد ديوريشن تشيف كومبلين مين سيمتمز ديوريشن تصلك اش قد تتعاني من هذا مثلا اذا قللي صالة الوجه بصدرك صالة اش قد اوكي مثلا يقول صالة سنة هو صحيح صالة سنة بس اهنا اتركز على ديوريشن مال تشيف كومبلين ما قوله صالة سنة وست وراجع لا تقللي لا اخي اعرف مثلا صالة تعاني ممكن سنة من هذا المرض لا بس يعني شنو صار هسي شنو اللي تغير بالجديد بحث راجعت شنو السنة كاملة مغلس وما جيت راجع شنو صار بالجديد وراجعت قال والله زاد الوجه كل جزاد هالمرة ما قدرت تتحمله تقلليش قد الفترة الزاد بها مثلا قللك صالة ثلاث ساعات إذن ديوريشن مو في صالة سنة هوايق نواقعون بهاي الخطأ ويتحاسبون عليه ماكو هيتشي لا شنو التغير ليش اجيت الستة شنو التغير واجيت للمستشفى فهو هذا الديوريشن بس اعرفت بانه المين كومبلين زاد الديوريشن هي تشيف كومبلين هالدور اللي ورعا نجي الهيستري اوف بريزنت اولنس ألزم هاي مثلا افلس اتفلس اخليه يحتيلي اه يعني اخليه بانه يسترسل بالحتي اسئلة اوبن كوستشن بانه يسترسل واحصل منه معلومات وراها اسئلة فهسا اول شي نجي بالبريزنت اولنس قلنا اللي هو الجزء اللي افلس بالمرض اعرف تفاصيل عنه متكون من اول فايز اعيفة هو المريض يحتي براحته يعني مني يقلي مثلا وقلنا صعلا اشقيت يقلي ثلاث ساعات السئلة اوبن كوستشن اقلنا تقدر تحتيلي اكثر عن تفاصيل هذا الوجع شون بده شون صار اعيفة يحتي بانه هان قعدت الصبوح وستوني تريقيت ماكو ورا نص ساعة ساعة حسيت ذقل بده يبدي وشوي شوي زاد وصار خدر بعيدي ومادري حسيتني يعني اريد اتقيا واعرقيت وكل شي اتعبت فهو شنو وهو بكلامه جايطيني معلومات انا اصلا ما سألتينه وما تعبت روحي بالسؤال اصلا مثلا الاستكمال يعني هبنز صار خدر بايده وهكذا السمتم صارت انا كلهم ما سألتين هو سلسلي فاول فايز عيفه دقيقة دقيقتين يحجي هو براحته اخذ منه تفاصيل وهنا ما اقاطعه فالشي كلش مهم بانه ما اقاطعه من يسكت اش اسوي ايكمل يعني شنو صار بعد اخلي يكمل هاي الدقيقة دقيقتين هو يشرح لك القصة وما اقاطعه واخلي ينكورجهم عالمود يكمل ايكمل وصار بعد شنو حسيت وراها وهكذا لما اكمل الفايز الاول خنقول انا طالعه بسبعين ب المية من المعلومات المريض حجاي انا ماسأل اشش اجل فايز الثاني بالـ 느�級 بها مثلا المريض حجا كل بسطوري ما بته كل القصة اقلى بعدك غاعدك بعد اضافة لهذا الشي مثلا انا نقول لا اهنا اجي دوري بانه اتا قلت له اهنا اجي ارتب الامور انا اتا قلت لي اكثر من اعراض مثلا خنقول على سبيل المثال دولة هي غاسترانترايسيس صغيرا عندهم ديارية نقول اسهال وتقيؤ اجي اهنا ارتب منه صار اول يعني احطهن على تايم لاين يفيدني لان اكو بعض البكتيري تسوي مثلا اكثر من الديارة وقبل الديارة وهكذا من الصار اول احطهن على تايم لاين يا اعراض الصار اول شنو تسلسل الاحداث الصارت عدة اوكي والسيدو ميديكال تيرم يكون اوضح ليها مثلا اذا سامع بفتشي من احد او احد قائلة او سامع من عدي فتشي ما فاهمه اهم بهذا الجزء اوضح ليها وطبعا لازم بالاسئلة اللي راح اقلكم طبعا شنو هذني الاسئلة وذني لازم تحطوه النهج برازكم وقاموس برازكم خلال هاي الاسئلة احسي سيحل احس بانه هي محادة محاددة مو تحقيق مو 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 ولا مفاوضات ولا يعني يعني صار عدك شو كتبلش هذا دائما نستستماح شنو عدك صار هجقد مثل او شي بحث حتى النبرة اتحسسه بانه توجد حقق وياه اوكي لا احسسه بانه لازم بانه اي هاي بانه انا مهتم بيه وبانه هاي محادثة شات بيناتنا اوكي فشي كلش ضروري فهس شنو الاسئلة العامة بغض النظر عن نوع السمتم الي جاني بغض النظر عن بغض النظر عن تقريبا ست سبع اسئلة الانست فشي كلش بهم شلون بدت طبعا الديوريشن اش قد صار لها الانست شلون بدت يعني بدت شوية شوية وزادت هذا الوجع بصدرك شوية شوية وزادت حد صار كلش قوي لو لا قبل بدى قوي صدن لي لو قراجيوالي لو لا والله صار لها مثلا شهر يقل لك وهس كلش صار بعد ما تحمله فشلون بدى طبيعة الانست هي شلون بدى الوجع هاو ات بيقين اوكي على سؤال كل كل سمتم سواء جيس بين سواء كف شوكت بدت على ساعة بدت قدك القاحة لو لا والله مثلا خلال ثلاثة يام شوية شوية يزادت لو صار لها فتشار شارين شوية يقول مثلا اقاح قوة اقاح قيح مثلا باليوم يومين بين يوم ويوم هسا لا والله مستمرة وصار لها خمسة يام وهاء كلها صار لها شهر فهيشنو لونجستاندن وهكذا فهي هاو ات بيقين هي الانست بريوديسيتي والفرقونسي كل يش قد تجيك اوكي انا عدي واجعي يستمر نص ساعة اوكي كل يش قد يجيك من يجيك يش قد يطول واذا يقول لا والله صالة سنة عني كما امشي يجيني كما مثلا كب السبوع مرة يجيني فاسأل عن الفرقونسي اوكي يش قد مرات يجي هاي الكمبلين وطبعا اسئلة هل كونستاند لو انترمتنت مثل ما قلنا بانه تروح تجي لو لا مثلا البين مرات بين كوليك بين يروح ويجي نص ساعة يمخصى ويروح ويجي وهكذا فالاسئلة هل هو مستمر الوجع لو يروح ويجي ومن يروح ويجي ش قد يطول بيريوديسيتي مالته وبغض النظر عن السمتم قلنا بانه عادة على الكوف ذا ان يطبق انا بكل شيء الانسيت البداية داما ذا ان احطها البالي اي اعراض ورا ما كملت تشيف كومبلين السئلة شون بدت السئلة اول مرة لو يوالله جايتك قبل عمود اشوف هاو لونج ومن تجيك ايش قد تطول وكم مرة تجيك ذا ان انا حاوضهم ببالي مسويه الخطة ممكن بعد ذا ان الاسئلة اهم اعمل كل الامراض سيفيريتي طبعا عن السيفيريتي شدة المرض شدة المرض شان اسأل ثلاثة اسئلة اسأل بها سيفيريتي يعني افضل انو دونوها سيفيريتي طبعا اكو واحد مثلا ينجلخ جلخ اي قلوب الدنيا اه اخو يتلوه ومدرشينو اكو لا والله ينجطه مصبعه هو ساكت فهي بارييشن خصوصا اي اعراض اكو واحد يخبص روحة فهد شي بسيط اكو لا والله فهي تختلف اشان احدد السيفيريتي اذا اكو اسئلة عامة بانه اسئلها اول شي قعدك من النوم اذا لا والله اذا هاي لعب اذا ايد قاعدة من النوم يعني هاي سيفير باحث هو نايم اتقاعدة من النوم بعد بيومك كشغل والفونكشن مالته طبيعة شغلك يعني اول شي راحتك جايتك هم اتغيرت هم يعني بسبب هاي تحددت قل لك ايه والله كله جاء عانه حتى طلع من البيت ما اطلع هيت والاخر شي الفونكشن مالته الشغل الورك هل هو شغله مثلا قام ياخذ اجايز قام ما يقدر يروح للشغل فذني اذا ثلاثة من بوزتيف اذا الكونديشن سيفير اذا فتهاي الحالة مسهلة عدة فهنا احدد السيفيرتي اكو يستخدمون البين شارت من واحد للعشرة بذني يختلفن فحطوا ذني الاسئلة على موقع اوضح بانه صدق سيفير لو لا ميلد اسئلة تتغير خصوصا اذا مرات تجي خفيفة مرات تجي لا والله مرات تجي يعني شن اللي شن اللي يحفز لك مثلا يقول انا امشي امشي يجي لا والله مرتاح ما يجي فالبريسبيتاتينج هو والكينج والاقريفيتينج مثلا ورا ما امشي اذا استمر بالمشي او مثلا اذا اري اشيل حمل دقيل الوجع يزداد فهذا اقريفيتينج فوق ما هو بده يزود مثلا يقول اقعد استراح اخذ حبايا تحت اللسان يخف الوجع والاسوسياتينج اول مرة يعني تغير الولع الاقريفيتينج زادت او قلت او قبلها بانه اقريفيتينج اقريفيتينج يستعملوها يعني اذا تريد تسلسينه ببالك وما تنساهن يجيك للبين تسيلة عن السايت وان موقع عبالضابو الانسيت شوكت بده الكاركتر الكاركترستيك طبيعة البين هل هو شارب بين مثل الستشينة يديتش بيك هل هو هافي مثل الذقل اوكي طبعا ذني احنا هذا راح يكون محاضرتني على شكل جزئين هاي المحاضرة راح افهم بها الهيكلية المحاضرة البارت الثاني راح ناخذ ونفصله نسأل الكاركترستيك نعرف شنو يعني راح ناخذ بس اهنا راح نفهم هيكلية بغض النظر عن نوع السمتم الكاركتر شن طبيعته السيفيرتي قلنا نسأل عنها شون رادييشن هل هو بمكان ثابت لو يروح ويجي اعرفنا اكفت شيء زودة اكفت شيء قللة التايمينج التايمينج بانه من يجي اش قد يطول يعني هو مثلا قول صالة عد ثلاث ساعات اوكي هاي ديوريشن اقلي اقلي مستمرة يقلي لا ما مستمرة بتقطع اقلي يعني من يجي اش قد يطول يعني يقلي ممكن خمس دقائق فهو صالة ثلاث ساعات عد الوجاع كل خمس دقائق يجي هاي الخمس دقائق هاي تايمينج ما اللي هو الاكزازيبيتنج فاكتر قلنا بانه شنو يزوده الاسوسياتي السيمتومز يعني شنو الاعراض الوياء صارت والسوشال افكت مثل الاسوسياتي مثل اذا سايلا بانه زيخ مع سوشال فاكتر ياثرا على السيمتم نفس هاية فهي السوقرات اوكي دني تحط هنا ببالك بغضا نرى عن السمتوم ايجان مثلا كوف طبيعة الكوف اكو كاركترستيك الكوف اكو باركنك مثل النباح اكو تجي تستمر يظل يقاح قح 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 اكو لا والله قح هات خفيفة كاركترستيك السيفيرتي مالتد قاعدك من النوم او غيرها البرسبتاتينج شنو شن اللي حافزها اجريفيتينج ريليفينج التايمينج من تجيك النوبة قد تطول وهكذا والسوشا السموكر او غيرها فذني طبقا على كل السمتوم هيك العامة جاي نحتي فهسان من اكون يعني انا حاليا اجاني المريض قدمت لها عن نفسي خلت منا خلت منا خلت منا وفصلت تفلستها خلت الاسوسياتي السمتوم الاسوسياتي طبعا يعني واي حتيتها يعني خلي ارجع شوي اهم اركز عليها الاسوسياتي السمتوم هي الاعراف المصاحبة للعرض الرئيسي مثل شنو على سبيل المثال يجي بيشنت قد قاحة كاف اكو اربع اسوسياتي السمتوم اركز عليها اعراف تجداما ويالقاحة يعني مدى يعني اغلب الاحيان خنقة اللي هو شوتنا سوف البريث فهي اسوسياتي السمتوم اسأل بعد سبيوتوم هل هي راجع بيها بلغم لو ما بيها بلغم هل اكو بلد يطلع ويالقاحة هل اكو تشيس باين برافرال تشيس باين ويالقاحة فذن اسألت اسوسياتي السمتوم السمتوم مالهن علاقة بالمين اللي انا فصلتها اذا اكو واحدة بوزيتف قل لي ايه والله عدي خنقة هم افصلها اوكي اكمل شسمي قل لي ايه والله عدي خنقة هم الخنقة شو كتبادت شنو الطبيعة الخنقة ايه 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 افصلها وكمل فاسوسياتي السمتوم اللي اسأل هاي اقصد بها اعراض يعني مرافقة للمرض فاسأعان اذا خفت تشيف كومبلاين خفت البرزينتينج اولنس كملته حاليا قبل ما اكمل البرزينتينج اولنس بانه ولا ما اسألته ذني الاسئلة طبعا احنا ما ننسى قلنا فايزين الفايزي الاول هو سولف لي كل شي الفايزي الثاني انا اسألته ورتبت بالبداية رتبت الحاجة ارجع اقل له يعني انت تايملان اول شي شي بدى عندك وهي شي بدى اقل له ايه الدور انا ابدأ اسيله ذنيت سوكراتس او غير هين هالدور شنو هالدور قبل ما اكمل اسئلتي يعني قبل ما انهي هال البرزينتينج اولنس اعبر على غير سكشن اقل له اهم اكفت شي يعني ما احكيت احبب ضيفه يعني اشوفه اذا ادى بعض اضافه وراها انا قل لي لا انا حاليا كملت برزينت اولنس فلست المرافق لازم حاط فدلسته ما للاشياء يعني ممكن للدزيز البالي اذا ما حاط فدلسته اذا انا ما سوى اشي ما طلعته ب 78% من الانفوميشن اللي تفيدني بالتشخيط لازم يكون العدي ذنين على الاقل عدي فد اوكي خمس شغلات شاك بيهن بس انت شاك مو تطلع بخشي ما تدري طب و تطلع بس اسألت لا خلي اسئلتك بانه انت عنو تتحصل فدشي منها بعديا بيها result وراها اسوي لقلنا summarizing اقل له اتا اذن يعني حجي فلان اتا عدك هيتش صالك هالقدر تعاني منه واول شي بدا عدك وهذا الشي اللي يزوده وهذا الشي قلله واتا متنام بالليال ونقل له ايه اوكي طبعا بهذا السكشن حبيت بانه اضيف بعض ال clarifying اكو يعني توضيحات اكو داما نسبع ميهن خصوصا اذا اول مرة انا كانت تبادل بذهني اول ما اخذت الموضوع شن الفرق بين ال onset انا شرحت انك شرحت و ال timing و ال duration شن الفرق بين ذن الثلاثة ال duration خدنا اول شي قلنا بانه هذا ال forehead اش قصر لبحث ايجاني المريض اش قصر لو ايجاني مثل صاله سس ساعات من بدل ujani ال onset قلنا بانه قاعد و على ساعة قاعداني مثلاً تريقي تريقي دسم وعلى ساعة قاعد والله لزمني قلبي إذن الانسيت صدن لا لا والله شوية شوية مثلاً خلال يوم كامل كان وجع خفيف وشوية شوية زائد فهذا الانسيت How it begins Duration Of chief complaint التايم التايمين Each one How it lasts يعني How much it lasts يعني شجد طولت Chase pain صالة سي ساعة هل هو مستمر؟ قل لك لع يروح ويجي هذا يروح ويجي شجد تاني شجد خمس دقائق قل لك إذن هذا التايمينج فإذا عرفت شنو onset عرفت شنو التايمينج وعرفت شنو duration ومرين بأنه إذا أكو بذن السكرات أكو في الشي اسمه radiation قلنا بأنه خلاله ذني من الساعة الانسيت الرادييشن مثلاً هنا فحبيت يعني أنا محطات لها فقرة واحدها عمود من أنساها ونركز عليها لأن ممكن يتبادر إذا أدهنكم هذا السؤال شنو أقصد بالرادييشن؟ أوكوبة شي تسمعوا هسا رفرت الرادييشن عادتين يستعملوا ذني للبين للوجع فالرادييشن أوف بيين بأنه هو أده سنترال تشيست بيين تشيست بيين وجع بصدره راديييت مستمر تو ذا ليف شولدر يعني أكو استينشن أوف بيين تو ذا ليف شولدر يعني هذا المكان يوجعوا مننا أيضاً يضرب أحنا نسميه يضرب على شتف العيسر يعني هنا الوجع وهنا بنفس الوقت الرادييشن فهذا الرادييشن يعني تساوي أكو سايت أوف بيين موجود زاد إكستيشن في ذات سايت يعني أكو إكستيشن بالسايت هذا الرادييشن الرافيرت بيين هي البروبلين بغير مكان والبين بغير مكان يعني شون؟ مثل الساياتيكة عرق النساء هو البين وين؟ البين هو ديسكو برولابس وبظهرة يعني يعني المشكلة بظهرة بس البين وين يحسه؟ يحسه برجلة بالباك أوف تاي مثلاً بفخذة فإت اس رفيرت بيين يعني المشكلة بمكان والبين بمكان فهذا واضح هذا الرفيرت بين المشكلة بمكان يعني 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 الرادييشن واضحة طبعاً وراء ما كملنا وكملنا وكملنا يجي لي شنو؟ رفيو اوف سيستم يعني هذا الرافيو اوف سيستم بأنه أكو شغلات ممكن فاتتني فهم سواوا هذا الشيء على متشكو شغلة أنا فاتتني والمريض ما سيئها من اجي للرافيو اوف سيستم كونهن أطلع حين يعني أسوي سكرين سريع على كل السيستم على الجسن المعت كارديوباسكولار رسبايراتري وريناري أبدومينالجي آي تي النورولوجي السكين الى آخرية كل السيستم أمر بيها ليش؟ شنو it is important to find symptoms that the patient had forgotten about هو أنا ساهل وأنا ما سعلتها أوكي فعمد أغطيها بالـ review of system طبعاً شون أبدو بـ review of system آيفة key هم لكم بأنه حسب يعني حتى دامة للأطبائي عمونا هذا والله oriented إذن chest pain كارديوباسكولار من السيستم القريب على الكارديوباسكولار ماذا هو chest pain عفوا رسبايراتري فأنا مو من المعقول بأنه chief complaint بالكارديوباسكولار وأروح أسأله عن أوكي أسأله علي بس بعدين يعني أحطه تقريباً يعني بالأخيرات المشكلة abdominal pain يعني جياتي complaint مو من المعقول مثلاً أروح أسئلة عن orthopedics أو neurologي أو مثلاً حتى رسبايراتري لا منه أسأل على رسبايراتري بس منه أقرب شيء بالأبدومن يعني كجياتي أقرب شيء urinary system genitor urinary co-reproductive يعني urinary system فهنا أسأل عن الجنوذي فصعد صار أول بالكارديوباسكولار لا يعني قبل الأخير يعني مو يمي بالأبدومنر لا صعد وهكذا هذا شيء تحطوه ببالكم بأنه تسلسل يا system فهي سأل كسيستيميك ريفيو أول شيء أبدأ بالجنرال question أكو أسئلة عامة بأنه هل عدك night fever night fever night fever تصخين باللي night sweating or shivering ذني خصوصاً وأنه قال عد أهل TB tuberculosis أهل الكنسر اللوكيميا ما اللوكيميا فذني general question نسألهن يعني ذني أسئلة عامة بعد weight loss إذا قال لي يا والله وزني كلش نزل إذا لا يعني هو داماً أنا أسئلهن أدور negative يقول لي لا لا أي والله أحط بالبالي بأنه هني سألي لي وما عدا هذا الشيء السئلة بالبداية نعطي fever and shivering weight loss قال وزنك إذا قال لي لا أوكي يكمل الأسئلة طبعاً أسئلة مهمة هنا بهذا اللي حاطة يعني نغطي كل الأسئلة أنا ممكن هنا أسئلهن حسب الشيء اللي همني فقلت له هم قل وزنك بالآونة الأخيرة إذا قال لي إي فاني جواب أقل له good أشوفه significant ووراها السئلة أتندد يقولوا أي والله أنا مسوي أي والله أنا مسوي رجيم أي والله أقل وزني 10 كيلوات زين إتقاط عليه كيلة إذا ما جاء تأكل ومسوي الدايت إذا قال لي إيه إذا لا أنا أعرفت شن السبب إذا قال لا والله لأ أنا أكو مشكلة الأبيتات إشيهية مالتة pattern of sleep نومة شونة والموت بأنه مودة متعكر depressed anger فذني general question أوكي ذني هم دائما نحطوهن related to the main complaint يعني خلي أسئلتكم سمارت خصوصا بالمحطات عملي يعني مثلا أذكر فالسالفة نعرض لكم عليها نعرض لكم الصحية نعرض لكم هاي السالفة يعني من يجيني مثلا عدى patient cough chronic cough صالها ثلاثة وشور فمن أسئلة نايت السويت والشيفرينج والويتلوز أنا حاط بالي تيبي مثلا فأريد أشوف إن هن مموجودات أوكي وأكو مثلا جرمان بال review of system فالشي ما لا علاقة أصلا أكو يعني حتى الأطباء يعلقون لي مثلا يسئل مثلا كان يكملين dysuria painful urination يجي يسئل بالله الجسمة أقول الملابس هم حسيتها ضيقة عليكم شنو شنو ملابس ضيقة شيلها شغلة أكو أكو يعني هاي قصة يعني ناقل إياها أحد الأسات فأخلي أسئلتكم ذكية يعني لينك 2 مرتبطة بال مرتبطة بال أدور مثلا قلني إذا المشكلة respiratorية في أقرب system إن هاي كارديوباسكولار إذا كارديوباسكولار رسباراتري وهكذا فبال كارديوباسكولار reviewer system أسئل أسئلة مهمة chest pain عدك chest pain أنجينة عدك خنقة دسنية خصوصا من تمشي عدك أورثوبنية من تنام يعني من تنام هم تحتاج هم تختنك تحتاج مخاديد يعني هاتفيلة إذا رجليك يورمن برفرة القديمة وإذا عدك abnormal يعني الرذمية أو شنو palpitation دقات مختخربطة طبعا التفاصيل يعني هواية أسئلة بس أنا أركز دائما على أركز على chest pain على shortness of red دسنية على الأورثوبنية على شنو palpitation أوكي طبعا بقية الأسئلة ممكن linked to حسب فهنا سأردي لكم كل الأسئلة اللي ممكن تسألها respiratory system إذا يعني أريد أسئلك review of system بأنه هل عدك يعني shortness of breath shortness of breath العفو بأنه حين قصر عدك عدك كاف productive seputeum cuffing of blood circyanosis تزرق ويستسمعك يعني الصفير بصدرك وهكذا عدك نايتسوات تسأل الأسئلة المهمة بالرسباراتر هي shortness of breath هي cuff هي seputeum هي wheezing أوكي ثم الأسئلة المهمة طبعا إذا في الملاحظة أخرى إذا main complaint كانت respiratory أنا هذا بعد ما أذكره عبر للسيستم الورو لأنني cheek complaint respirator مفصلة إذا كانت main complaint cardiovascular ما رجع أسئلة لأنني مفصلة بال representing طبعا الجي آتي review of system هم أسئلة مثلا أبدي للجي آتي من الأورال إلى الأنص أسأل أسئلة أكوفر كل الشسم مع أبدي مثلا أذا شاك أدى مثلا هو chronic diarrhea أسئلة عن mouth ulcer لأن فتشي اسمه Crohn disease يصير عندهم mouth ulcer يعني تقراحات بالفم أبدي من الفم mouth ulcer dysphagia difficulty in swallowing dyspepsia بالمعدة عدك مثلا سوء بالهضم تحس أكوجيرد يصعد بأنه إحنا نحسن نها حموضة أو جالي heart pain يعني تحس نفسك يعني أكو الheart pain بأنه المعدة معده on fire يعني أحريك بالمعدة فلس نمشيت بالتسلسل هم عدك وجاءة ببطنك هم عدك diarrhea اللي هو frequent power motion سهال هم عدك constipation وهكذا انتفاخ ببطنك أسئلة همنات فتشي كلش مهم vomiting of blood أو black stool نسميها ميلينا طبعا black stool إذا أكو bleeding بالستومك أو بالأبرجيات اللي يتركت يعني بالجزء العلوي من الجهاز الهضمي راح من يمر بالجهاز الهضمي ويمر بالأنزيمات الهضم راح يتحاول الدم من fresh blood أحمر إلى أسود قاتم ميلينا يسمو فذني أسئلة هي وحسب حسب الكومبليين بس أنا أركز على الدسبيبسية أركز على الجرد أركز على الابدومنال اللي أسئلة أول شيء الجنطور يوريناري قلنا اللي هو أقرب للغاسترانتستنال والغاسترانتستنال أقرب للجنطور يوريناري أسئلة أسئلة مهمة مثل الدسيورية مثل الدسيورية يعني 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 حريق بالإدرار يجيك حتى ممكن بأنه إدرارة يقطع يعني 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 الإدرار رعيف تدور تدور أثناء سلس البول ما يقدر يطلع عليه هيماتورية بأنه أكو دم بالإدرار اللي أنا أحمر فلانك بين يعني مثلا صفاحة يوجع عنها اللي هي المكان ما للكيدني وهكذا هم أكل أورابدومنالبين فلانك بين بأنه أسئلة سؤال بأنه يعني الدسيورية قلناها بأنه تلحق على نفسك بأنه من تروح يعني أكون سميه بأنه دائما نحس نفسي هو حتى لو بلادر فارغة ما بيها يورين بس دائما نحس نفسي بنقاسي محصور يريد يروح للحمام هاي سموها أورجنسي فأنا أسئلة العامة أسئلها تفيدني دائما يعني أسئلة أسئلة هل أدك دسيورية هل أدك هل أدك هل أدك هماتورية هل أحمر هل أدك أو مكان لأسئلة هل أدك أدك هل أدك دائما أدك دائما أسئلة عن ال يورين وهكذا ممكن قلنا بأنه يورينو أكوجينيتو يعني خصوصا بالفيميل أسئلة والبين اللي تعلق نالتها فهم لازم نغطيهم بالأسئلة ك الاندوكران مهمات عندنا الغدد الدرقية وعندنا البنكرية اللي هو فالغدد الدرقية هم أسئلها بأنه لاحظتي أكون انتفاخ صارت عديش ترومور هم تحسين نفسك باردة كولت أو هوت هم مشخصيك بثيرود سابقا مثلين فأسئل عن الثيرود وأسئل عن الديم يعني هم تتعب هم تعطى شي صر عندك بأنه ثيرستي بوليورية تتدرر أو هواي طبعا ذني شوقت أبطرق الهن اندوكران سيستيم إذا مثلا المالتفاتيك أسئل المالتفاتيك خبقان جيس بين أوكي فذني الاندوكران سيستيم طبعا ذني أسئلة هواي وتفصيل أنا أركز على أسئلة مهمة على الاندوكران هم مثلا للغوتر هم صار عندك انتفاق هم أنت تحسين نفسك باردة عليك أو حارة عليك أو قديش ترمر أو قديش خبقان بالنسبة للسكري هم ثلاثة فتيك تحس روحك تأبان ثيرستي عصيان وبوليورية النورولوجيكول يعني الجهاز العصبي أسئلة عن الهدك أسئلة عن الديزينيس دايخ أسئلة عن الفينتينج أستاك أسئلة عن الفت السيجر يعني 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 يشمر يصير عده شامرة فأسئلة عن الفينتينج أبسود ما أتروح الهدك فينتينج أبسود طبعا أسئلة إذا عده ستروك سابقة إذا عده جلطة يعني أو وطبعا بالنورولوجيكول هم ممكن أتطرق للسيكولوجيكول هم يحس مثلا بأنه الضائج من نفسه الفترة دبريست عده سويسايد هاي إذا حسيت وإذا ما حسيت ما أجيبها طالي ولا أدنالها أوكي فكروفيو أوف سيستم قلنا الفكرة منه بأنه أغطي الشغلات اللي أنا ما أخذتهم بالبريزنت ألنس مثل الكارديوباسكولار رسبائراتري جي اي تي يوريناري نورولوجيكول اندكران أسئل أسئلة شوية ريليفنت هم تكون حاليا يعني هالدور نسئل الباست هستري يجينا المحطة الباست هستري كملناها الذنيت هنا عن أمراض سابقة عن عمليات سابقة عن شغلات سابقة ممكن حاليا أثرت وسوت لي فتشي أوكي يعني أكو أسئلة مثلا باس ميديكول هستري يقول عندي دي ام انا بأنه هو سكري بس أنا ما اطلق له أوكي كرزك فاكتر ممكن يكون للام اي للجلطة كهايبرتيشن عنده ضغط وهو ما ذكره فأنا راح أمشي بسيستم بالباست ميديكول هستري باست سيرجيكول هستري حاطني بالباست تريتمت تستخدم علاجات باست فاميلو هستري والسوشيال هستري كفرع أخير يعني مو ضمن الباست فأول شي نبدل بالباست ميديكول هستري بأنه الباست هستري السيلة هم عندك أمراض مزمنة سابقة هو أم عندك أمراض سابقة بصورة عامة خفتلها علاج أشوف أشي يحتي إذا قال لا مثلا أو ما اذكره وما جاوبك جواب مناسب تسيلة إنته انا بالبداية سألت هم عندك يعني أريد هو يحتي إذا ما حصلت منه جواب السيلة أستبعد الميديكول هستري الميديكول هستري عندك جلطة ذبحة ممكن مني تسيلة هو وهي يقول لا ما عنده شي ما عنده أمراض مزمنة السيلة يطلع مثلا عنده ضغط وما يعتبر مزمن عده جلطة فتسيلة عده عده هايبرتينشن عده دي ام عده سكر هل هو اسماتيك عده رابو هم صار عده ستروت جلطة قلبية إذا نحاول تركز عليهم خصوصا إذا نحاول تركز عليهم خصوصا أثناء الأسيلة ممكن بعد حسب الريلوفانت تسيل مثلا إذا هستري أوف تي بي هستري أوف جندس صفار إذا عده إبلوبسي أكثر من مرة صار عده فيت وكانسر إذا تشوفه هو يعني لست ويت هو فتيك هم تسيلة عن الكانسر بس دائما تركزون على ذني أول خمسة بالباس ميديكال هستري أمراض مزمنة ها وبالمناسبة مثلا هم هم حطوها ببعثكم من السئلة هايبرتينشن وقال لي إي أو قال لي قال لي لا أوكي أنا استبعت بس مني يقال لي إي السئلة شغلتين بالباس ميديكال هستري له ديوريشن وهي هريفتينشن إنه غيص صار أحده عده والله عشر سنين صار أخ باس تجيخي والسرشجيل عمليات سابقة الطبعا النوع العملية إذا أعرف شنو الاندكيش ليش سوى لك هاي العملية يعني فالعملية نوعها مكانها وين ليش سوى لك إياها التخدير كان جنرال أنستيزيا لو يعني سباينال أنستيزيا لو والله لوكال أنستيزيا مو ضعي يعني التخدير شنو كان نوعها والكملكيشن ورما كمتت العملية صارت عدك مضاعفات لو لا والله ورما خلصت العملية مشت الأمور بسلاسة أذن تسألين كباس سيرجيكو طبعا أذن التكملة تعتمد على حسب هم يمسوا عمليات سابقة؟ أقل لي لا أعبر قل لي إيه أفصلها بأنه شن نوع العملية؟ ليش سويتها؟ الانديكيشن مالتها؟ اللوكيشن وشوكيت؟ دعب أو فينستيزة وكومليكيشن الباس تفيتمينت وره ما أكملت ذن نيجا أقلها هم عمود تأخذ علاجات مستمر على علاجات تأخذ علاجات مزمنة مثلا أكو غير مثلين يجي بيبتك كومبلين يعني عفو قاسر كومبلين وعدة ديس بيبسيا وميلينا داكستول يعني أكو أبر بليدي بالباس تفيتمينت عندك علاجات أي والله استخدمها المفاصل نلقاه هو النساعد يسويلي بالميوكوزة مع الاستومك وبالتالي يسويلي قاسر كأسر كأسر بيبتك أسر فأسيلة هم تستعمل دويات مزمنة هم تستعمل بعض الأدوية المستمرة إليها أشوفوا مثل الكورتيكوستيرويد بالنسبة للفيميال يعني من أسألها مرات ما تعتبر الكونتراسبتف كدوة سأتخذين ما يحمل لأن الأورا كونتراسبتف خصوصا الكمباين ممكن يسويلي هو مشاكل تجلطات يعني دي بي تي تجلطات بالأوردة وغيرها مشاكل تجلطات بالقلب فالكل فيما ما يعتبر أنه كتريتمنت بس هم أسألها أوكي بلد ترانسف يوجن عمليات نقل دم صايرة وما صايرة البقية يعني ما ممكن لشي أركز عليهم إلا هو يقول فالشغلات اللي ما يعتبروها كشي اسمه كيخ نقول تريتمنت هو الأورا كونتراسبتف أركز عليها والبلد ترانسف يوجن هم كذلك عمليات دم من النقل السابق متزول أو لا طبعا نجي سيكملنا اللي هو خذنا به الميديكال السيرجيكال الدراج أو التريتمنت نجي نجي أو قبلها نجي نعرج على موضوع الدراج أسئلة هم عندك حساسية يعني وعادة نسئلة إحنا وين الباس التريتمنت وراء ما أكمل التريتمنت مباشرة أسئلة على الأريرجي مثلا عملي عندك حساسية من دوة معين من أكلة معينة من فتشي معين بغضنا وبالبداية أبديلها على الدوة إي مثلا إي أو لا إذا قال لي لا يعني أأكد يعني حساسية من البنسلين أو غير البنسلين السلفة قال لي لا أذن لا أوكي حساسية من أكلة معينة وشننو على الحساسية تختنيك أو شي لو لا لا يعني أشوف أكون حساسية بسيطة نسبة خنقود تسعين بالمئة شرية من عندهم حساسية من شي معين يعني مو كل شر أوكي أو مثلا من عد مثلا هستري أوف أنا فلاكتك شوك من نحلة قرصته واختنقه فهمينات أسئلة بأنه متعرض إلى حساسية شديدة دخلتك مستشفى فأسئلة عن عن بأنه إذا عدفت تحسس شديد خلاه يدخل مستشفى نجي للآخر كباس هستري اللي هو الفامل هستري باس فامل هستري طبعا الفامل هستري أكو يعتبروه مو من ضمن الفاس أكو لا يعني يعتبروه في الموضوع معين أكو لا يدرجوه ضمن الفاس فامل هستري مراض سابقة بالعائلة أو مراض بالعائلة فالفامل هستري فأكو مثلا فأسئلة هم أكو يعني والدك أخوك عدهم نفس العراض صارت عدهم جلطة عدهم دبحة فأسأل يعني بالعائلة ستروك خصوصا سكر النوع الثاني بالعائلة فأكو أمراض مزمنة بالعائلة والله ابن خالتي تفتش إنسيقنفيكين إذا لا ماكو أجي أنا مثلا هم والدك أو والدك أو أحد أخوانك عدهم مثلا مشاكل بالقلب داب حصد ريه ضغوط سكر أو أدكم مثلا أمراض وراثية جينية مثل ذول الثالسيمية اللي هو فوق الدم البحر المتوسط هذا رن فاميليز فأسأل عن مثلا هذا الشيء أو الهيموفيلية مثلا اللي هو بليدين هم رن فاميليز إنهيرت أوكي إذا لني يعني كفرتهم بأنه كدزيز أسأل أسئلهم هنا يعني الأفضل بأنه تكتبوا وتحطوا دائما بباقكم بالفامي الهيستري هيستري أو صدن ديث أكو صدن ديث بالعائلة يعني بأنهم أكو موت مفاجئ بأحد أفراد العائلة هم رضي أكو موت مفاجئ موت مفاجئ مكو كارديك ديزيز وما حدي ربي فأسأل عن موت المفاجئ وإذا أكو ديث بالعائلة يعني يعني قال والله والدة وفاة عمر من وقت أسأل شنو سبب الوفاة أوكي فذن بأنه أسأل أمراض مزمنة بالعائلة وركز على بعض الأمراض خصوصا الهارد ديزيز الهابرتيش الديم والأمراض الانهيراتي أسأل عن ديث صدن ديث والديث بالعائلة شنو ما نختم الهيستوري السوشال هيستوري السوشال هيستوري طبعا هذا راح يضم مجموعة مثلا البيشن ايكوني اقتصاديا علاقات الاجتماعية مستوى التعليم طبيعة الشغلة شنو الوكيبايشن أوكي بس دائما نخلي أسئلتنا السوشال هيستوري هي شنو كونتروبيوز تو ديزيز ديولوبمنت أوكي صح يعني مرات بالسوشال هستوري أسئلة عن البيت حيوانات أليفة بس مو من المعقول يجيني ستروك البيشن همي بليجيا ويكنس لو يجيني شاك بي ام اي وقل له والله تعدكم حيوانات أليفة بالبيت ليش يعني هو ما جاني أسمى مثلا ما جاني خنق ممكن نقول عدة حساسية فخلي أسئلتكم صحيح هي سوشال بس سيلا عن سموكين من الستروك أوكي فذن مجموعة من الأسئلة اللي أركز عليهم دائما سموكين من يقل لي إي مدخن أغلبهم ما إي وأسكت صالك إيش قد تدخن المدة اللي يدخن بيها وكم ججارة باليوم أوكي أشوفه هفي سموكور لو لا والله هيتشفت شي خفيف الألكوحول لا تترددون أبد بالسؤال يعني خصوصا إذا مثلا بيش جونديس يعني أو تشكون بمثلا ليفر ديزيز أو مثلا عدى نيرولوجيك أبد أبد لا تترددون بالسؤال سؤال ما بي شي عن الكحول بغض النظار يعني طرقة صورة أدبية يعني عفو حجينا بأنه ممكن هذا السؤال يعني إذا تسمح لي أسئلك هذا السؤال طبعا هو سؤال روتيني لازم نسئل عنه نتأكد منه بأنه هم تتعاطى مشروبات كحولية أو فتشي يعني من هذا القبيل لازم نسئل لدراج يعني هم مينات اللي هم لدراج أبيوزر أوكي فالكحول ما بي شي يعني حجينا ولو سؤال روتيني بس إحنا لازم نسئل عنه يساعدني إلني خلي سؤال بيستعلك الخاص بأنه هم نتسيل هذا السؤال وهم يكون عادي سؤال خنقول ما محرج أو قتما تكون بوقف محرج مثلا شوف وين طبيعة شغلة شنو مستوى معيشته طبيعة الشغلة ممكن يشتغل مكان هو مثلا مثلا أعرف طبيعة شغلة بأنه أقدر أصرف لدويات غالية لا عدد أفراد بالبيت مثلا قلت لكم مثلا البيت أو غير مثلا إذا أسمع أسأل عن البيت حساسيات قصبات أو ربو أسأل عن البيت أو أسأل طبعا على مثلا مكان الإقامة بأنه غرفتك وعده أو مثلا إنت أقسام داخلية مثلا تساعد على انتشار الانفكشي أو غيرها مثلا إذا شكيت عدت كان دياريا مثلا مثلا أهم مسافر بأنه أشوف إذا أكو دياريا يعني واحد يسافر ويصور عده دياريا أسهل فهكذا بس أهم شي تكون شنو تكون relevant كسوشال هستري إحنا دائما يعني كفتشي عام نسألي بالسوشال هستري لسموكينج والكحول أكثر شي ودي طبيعة أكل ذن السؤالين بس إذا أشتاك أشياء أو أشياء أخر أقدر أسأله ما أكوش يعني الأمر طبيعية حاليا أنا كملت الهستري كملت 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 وسألت الباسات كلهن باس ميديكال باس سيرجيكال الهستري والسوشال هستري خد نعم آخر شي الاندي فتشي كلش مهم بأنه أنا أوضح له بأنه أول فقرة بأنه إحنا حاليا خلصنا يعني خلصنا أو خلصنا جمع المعلومات من حضرتكم همعتكم أضافة للموضوع أقل بأنه إحنا خلص يعني أوضح له هذا الشي وأشوف إذا عد فتشي ضيفة وأوضح الخطوة الوراها إحنا ورا ما خلصت هذه المعلومات رح ألخصها وأكتبها مثلا بالطبلة أو قبلها مثلا أوضح للخطوة الوراها شو رح أسوي أنا أريد أفحصك أو هاي المعلومات رح أحول للسينير رح مجي تشوفها فأنا شن الخطوة أريد أسويها وراها وآخر شي شكرا جزيلا للوقتك وإن شاء الله صحة وآفية مثلا هاي كلها كوميونيكيشن سكول كلها تترك بصمة إلك بأنه إنت هذا الطبيب مثلا إنت خنقول ما تشبع على شي شاب عليه إنت إذا منه سوكونك طالب تتعود على هاي الكوميونيكيشن سكول بالحوار مثلا طبيعة حوارك رح تشيب على هذا الشي يكون عندك ستايل حلو ستوب حلو بالحوار وهذا الشي يعني البيشن الخاصة بيك رح يعرفوك بأنه مثلا دكتور محمد أدى أسلوب حلو حواره دكتور محمد نيجي يعني هو المريض يجي لأن يريد أسلوب حلو يريد تعامل حلو وإذا مشيت بهك الهي صحيحة الإرر الأخطاع اللي راح تشوفها مثلا تقعد بال بالاستشاريات وتقعد به سألين إش عندك إش عندك كتب ل تشخيص هاك صحيح بأنه صحيح بأنه مرات ملودة كل شي استشارياتنا هذا الشي خلاني نسلك رونك براكتس بس هذا الرونك براكتس رح يطبع عليه الشخص يعني والله مرات أروح استشارية ما كم أربع بس هو الطبيب منطبع على هذا صار عنده هذا ستايل بأنه سيلة سؤالين هيتش شون ما كان ويدزة حاليا لا أنت ما عندك شي يعني هاي الحجة ما ما اللحق ووالله إحنا ضوافنا الصحي ما موجودة حاليا كثير من عقاقات مرات ما موجودة فالتش شن اللي يخليك ما تسترسل به حد شي ما ما تأخذ الوقت الكافي والمريض فسأله وتغطيه بهاي الهيكلية تقلل الإرر حتى تقلل الصرف مال ممكن فتش يعني من الهيستيري واحدة ينحل أوكي فبال توضح للمريض شو راح تسوي بأنه تكملت إذا هو حاب يضيف شي تلخص له وتراح شن الخطوة المستقبلية راح تسويها يعني ورا هذا الشي وتشكر وتنهي المحادثة فبأنه One you are satisfied حسيت روحك بأنه كملت تبلغ بأنه هنا غطينا كل المعطيات غطينا كل الأسئلة وإحنا اللي هنا كملنا وتسأل للمريض إذا هو فتشي ضيفة بالأخير تلخص فتشي ملخص سريع وإذا كفتشي خلط قدك مثلا أو فاهم غلط وراها مثلا راح نفحص راح نفحص بطنك أو نفحص قلبك أو نحاول لك إلى طبيب اختصاص وهكذا بالأخير تشكر المريض وتنهي المحادثة و يعني كهذا فتشي خنقول إحنا قلت لكم هاي المحاضرة هتكون فتشي عام المحاضرة الجاية إن شاء الله راح ناخذ مثلا كارديوباسكولر هستيري شن السيمتم مالتو شن السيمتم وهاكذا طبعا هاي تشيكليست اللي مرات مثلا تلقوها بالأوسكي اللي هي الهيكلية إذا مثلا ما تلاحظون وتقعد ويهي المريض وتأخذ مثلا الديتيالز مالتو وتفتح هاي عليها درجة 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 هذا المقطع ثلاث درجات وخنقول هذا المقطع اللي كافو الدس دي مثل مدرشينه الكي سيمتم اللي التدارس عليها ثلاث يام ممكن عليها خمس درجات فأتى ممكن طب كل شي ما قاري للامتحان رسباراتور ما قاري يعني أمشي حسب الهيكلية ممكن أحصل آني 17 من 20 أوكي ثلاث درجات ما المعلومة ما حصلت لأن أنا ما قاري بس 17 من 20 أنا كل شي ما قاري ما قاري ما عدي هيكلية الطبم خربط ألطش أجيب منها أرد منها ممكن 25 من 20 واحد قاري 25 من 20 واحد ما قار 17 من 20 فأنا ليس سميته Art هو فن هو اسلوب هو تدريب مثل سياب بالأخير تكون ناجح تاخذ بسلاسة بفلوينتسي ما تقطيع بين سؤال وسؤال تسمع يزيلا eye to eye contact ذني راح تضمن بأنه تنجح كهيستري تنجح كطبيب وتنجح بالامتحان كذلك هاي حطيت لكم فورما يعني أراويكم بأنه الintroduction شون بأنه هذا يكون section presenting كومبلاين أسأل عن الانس والدوريش هذا section ذني general ذني ال سبيسيفيك لهذا section باست واحد باست ميديك طبعا درجة واحدة وال درجة واحدة فقلت لكم هاي مرات يحطوه بعدين أوكو لا يحطوه وراء key symptoms مثلا presenting symptoms واخير شي تشكر المريض وتلخص له وذني هم عليهم درجات بأنه تكون active listener تكون summarizing تحسس المريض تعدى اهتمام بك يعني عفو تحسس المريض تعدى يعني عدك اهتمام به يعني your concern is your concern heat بأنه أنه هو يعني جايك وإذا أنت المنقذ إله فقلت أوكي ترحب مدرش شنو فإذا نكون بالإضافة اللي أعقدت لكم عليهم درجات عني رسم لك كطبيب ويقولون هذا فلان طبيب خاش طبيب فلان طبيب لا والله مدرش لونه منه هاي communication skills وهاي art ما ل history taking شكرا جزيلا لإنكم يعني إن شاء الله كانت هاي محاضرة أولية محاضرة سنقول general history taking ما يتوقف على محاضرة ولا محاضرتين ولا كورس ولا سنين فالشيء كما أضيف لي يضيف لك إلك وإذا أعتكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي شيء ما فاهمي من هذا اللي شرحنا لتترددون بالتواصل في السؤال وإن شاء الله نقدر نوصل لكم ونجيب عنه أي استفساراتكم شكرا جزيلا لحضرتكم وإن شاء الله نلتقيكم وفيديوهات أخرى مع السلامة